أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله النتائج الانتخابية الأخيرة تتيح للديمقراطي الحصول على منصب رئاسة الجمهورية مشيران إلى أن حزب الاتحاد الوطني رفض جميع المبادرات للاتفاق على مرشح واحد يمثل المكونة الكردية في بغداد في السابق كان هذا المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني ولكن الاتفاق كان مقابل منصب رئاسة الأقليم في الكردستان الدورة الانتخابية أو إفرازات الانتخابات الأخيرة في آيار الماضي تبين أن الحزب الديمقراطي الكورساني قد حصل على أكبر أصوات وبذلك هو استحقاق حزب الديمقراطي الكورساني نقدم مرشح لرئاسة الجمهورية كنا رغم استحقاقنا طالبنا من الاتحاد الوطني الكورساني أن نتفق على شخصي ونذهب إلى بغداد بمرشح واحد فشلنا في ذلك بأن الاتحاد الوطني أعلن مرشحهم دكتور برهم صالح دون الرجوع إلى الحزب الديمقراطي الكورساني أعطينا فرصة أخرى إلى الاتحاد الوطني الكورساني على أنه نجتمع مرة أخرى على هذه المسألة وكان هناك مبادرة من قبل رئيس بارزاني لشخص دكتور برهم على أنه يقوم بالانسحاب أو التوافق بشأن منصب واحد مع عدى ذلك كان هناك مطلب للقوى العراقية السنية الشعية حتى القوى الكورسانية بأنه يتم الانتخاب على انتخاب بين النواب كتل الكورساني في بغداد وبالتالي ترشيح شخص واحد لكي يمثل مكون الكوردي وبالتالي نذهب إلى قاعة البرلمان يوم 2 أكتوبر بمرشح واحد